قرار تخفيف العقوبة التي وقعها الاتحاد المصري لكرة القدم على اللاعب عمر وردة أثار جدلاً واسعاً بين المصريين وصل بالبعض إلى إطلاق حملة لمقاطعة مباريات المنتخب المصري والذي وصفه البعض بمنتخب المتحرشين وتباينت ردود الأفعال المصريين على هذه الحملة بين من أيدها كخطوة هامة لرفض مواجهة ظاهرة التحرش المنتشر في المجتمع المصري وبين من رفضها بسبب أن المنتخب يمثل مصر وليس الأفراد المشاركين فيه وأن الوقوف الوقوف بجانب الوطن عمر ضروري وحتمي وينضم إلينا من التوحى عبد الفتاح أحمد الصحفي الرياضي أهلاً بك معي أستاذ عبد الفتاح وفي البداية نحن عرفنا في الفترة اللي فاتت قرار تحاد الكورة بوقف اللاعب عمر وردة ثم بعدها بيومين عرفنا إمبارح أن هو أقر عودته مرة أخرى للمنتخب هل عندنا معلومات إذا كانت فعلاً وردة رجع إلى مران المنتخب ولا لأ لسه بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أستاذ سلمة وكل أستاذ مشاهدي برنامج بتاويت مصر أهلاً وسلم هو فعلاً عمل وردة شارك في التدريب النهاردة وهو أساساً ما غدرش المعسكر يعني حتى القرار لما طلع كان مجرد ساعات وتم التراجع عنه فضل في المعسكر ما غدرش المعسكر خالص والنهاردة شارك فعلاً في التدريب رغم طبعاً أنه يبقى مستبعد من المبارات بكرة لأن العقوبة طبعاً مش تم تخفيفها هو يعتبر تم إلغاءها يعني في منين أنت تصدر عقوبة على لاعب بإيقاف مدى الحياة وبعدها بساعات قليلة تلغي العقوبة كأنك لغيت العقوبة والإيقاف لنهاية مباراة الدور الأول كان فضل مباراة واحدة بس يعني فالموضوع كأنه عادة كده وبصراحة أن أنا شايف أنا حزين جداً من منتخب مصر طبعاً اللي كان بيتسمى منتخب الساجدين وكان بيشرفنا كلنا لما يتقل عليه حتى أنا مش عايزة أقول اللفظ دوت أنه حاجة موسيقى إزاي أن أنت دلوقتي لاعب أنا مش قادر أنطقه بصراحة منتخب مصر معروف أنه كان اسمه منتخب الساجدين وسمعتنا معروفة في أفريقيا وفي العالم كله وحاجة محترمة وحاجة مشرفة لكن إزاي أن أنا لاعب زي دوت كل الناس شافت فيديو الموضوع مش حديث الصحفة في مصر بس صحفة أوروبا صحفة إنجلترا صحفة العالم كله بتكلم عن الموضوع خصوصاً لما محمد صلاحي دخل فمحمد صلاحي نجمع علامي طبعاً فكل وسائل الأعلام وكلات صحف أجنبية وعالمية كله نقلوا بتكلم عن الموضوع فالموضوع تشهر يعني كأن أنت اللي ما شافش شوف إزاي أن أنت دلوقتي لاعب أنا دلوقتي اتحاد الكورة ده المفروض مهمته الأساسية أنه هو يزيل المشاكل لم يكن في مشكلة ما يسمحش أنه في مشكلة أصلاً تحصل لكن إحنا عندنا يعني مصر دي بلد العجب المشكلة دلوقتي في اتحاد الكورة اتحاد الكورة عرف أن اللاعب أخطأ وتغادى عن الفيديو الأول لما وتغادى طبعاً كان مفروض من الأول خلاص قرار حاسم إحنا مش نرجع حتى من الأول خاصة أنك ما كنتش تضومه لأنه معروف أنه اللاعب ده ليه وقاع قبل كده سابقة والمفروض أن الانطباط أحد أسباب عامل النجاح وسبب رئيس في عامل النجاح لكن أننا دلوقتي تغاديت عن غلطته الأولى وده غلط طبعاً تغاديت عن غلطته الثانية وده غلط أكبر وكان مفروض تعالج الغلط بغلط ولما حاول أنه يعالج المشكلة ويصدر طبعاً عن العقوبة كان ممكن حتى اتحاد الكورة يوقف اللاعب ويستبعده من المعسكر وبعد كده يحقق معاه ويصدر العقوبة لكن فجأة استبعاد مدى الحياة وفجأة استبعاد لنهاية الدول الأول ده حاجة ولا في الخيال يعني عجب طبعاً طبعاً إيه السبب؟ يعني حطينا معك في الصورة يعني حطينا معك في الصورة زي ما أنت بقى بتحكي واللعب عمر وردة تاريخه معروف ونقدر كل اللي نطلع عليه من أول 2013 نقدر نفتح الصحف ونشوف منتخب الشباب في تونس وإيه اللي حصل ونروح للبرتغال ونشوف إيه اللي حصل ونروح لليونيان ونشوف إيه اللي حصل التاريخ موجود موجود كلنا نقدر نطلع عليه لكن إيه السبب في ان الالتحاد الكورة بعد ما يصدر قرار بهذا الشكل يتراجع عنه في أقل من 48 ساعة يعني إيه السبب؟ ما طبعاً كلنا شفنا يضغط من اللعبة الكبار في المنتخب طبعاً ما يصحش أن اللعبة تتدخل في قرار زي ده يعني الدرجة أن في ناس تخيلت أن اللعبة يعني وصل بخيالها أن اللعبة هددت أن هي مش هتلعب المباراة لو تم تنفيذ العقوبة لعمر ورد وعادي ممكن تتخيلي ده لأن طبعاً في اكتماع حصل والفيديو هو طبعاً في الأول عمر ورد أنكر وقالي الكلام ده ما حصلش لما لعى بقى الموضوع حقيقي أما طلع بقى الفيديو بتاع الاعتذار ده طبعاً الخطة اللي تم وضعها أظن طبعاً من خلال أننا شفنا تغريدات محمد صلاح وكلامه أنه هو سبب يعني هو اللي عمل القصة هو طبعاً اللي بدفع عن اللاعب بحجة أنه هو لعب صغير بس أنا دلوقتي أنا في بطولة ومركز في بطولة هفكر بقى وعدة طبطب وشوف اللاعب دوت مشكلة أصول لعب صغير ولا لعب كبير أنا دلوقتي عندي مشكلة كان لازم أتعامل معاها بأمر حاسب وبعدين ده مش خطأ ولا شيء جديد كل المنتخبات في كل البطولات بيحصل فيها مشاكل وبيتم عقاب اللاعب منتخب مالي لسه قريب مرحل لاعب من 3-4 تيام منتخب المغرب قبل البطولة حصل مشكلة في مباراوة دي واستبعد نجم كبير عبد الرزاق المنتخب الجزائر برضو قبل ما يجو مصر برضو تم استبعاد لعب عشان حاجة بسيطة الانضباط شيء أساسي لازم المدرب يتدخل ويكون فيه انضباط داخل معسكر المنتخب ويكون فيه مسواة من كل اللاعب ولما لاعب يخطأ لازم ياخد عقابه عشان بعد كده أبقى أنا عارف وبعدين ده مش خطأ يعني ده كارسة ده اللي حصل ده كارسة ازاي أنا أتحامل معاه بالطريقة ده وبعدين محمد صلاح انت محمد صلاح انت هتركز في البطولة وتركز فان انت بدأ محمد صلاح للأسف بدأ يسحب من رصيده عند جماهير مصر لان جماهير مصر برضو مهما كان حبها كبير وكلنا حبنا كبير لمحمد صلاح لكن ان انت تسمح طب انت عاجبك دلوقتي يا صلاح انت وطبعا ورفاقك للقبار اللي ادخلتم عشان تحلوا المشكلة مع هانا بوريدة وزير الشباب انت عاجبك دلوقتي الدعوات اللي بتطالب بها ناس بالمقاطعة وناس ان هي تهاجم المنتخب وتهتف ضد المنتخب بكرة ما هو لكل فعل رد فعل انت دلوقتي كنت متخيل ايه يعني انت ايه اللي يدخلك في قرار زي ده يعني حاجة غريبة جدا المحوظة من اللاعب اللاعب المدرب مدرب الاداري اداري طب خليني اسألك لان دي دوتا مهمة جدا الناس اللي ضعت لمقاطعة المنتخب والهتاف ضده بكرة هم بيقولوا والله يا جماعة احنا يعني موقفنا واحد وثابت واحنا ضد التحرش الجنسي وضد التحرش بالمرأة وده موقفنا وده مبدأنا ولذلك احنا بنرفض اي نوع من انواع التحرش كان من منتخبنا او كان ايا من كان واحنا بما ان يعني المسؤولين على اتحاد الكرة القدم وبما ان اللاعبين في المنتخب ما احترموش مبدأ الاحترام المرأة وإلى آخره من وجهة نظرهم طبعا ودفعوا عن شخص تم الاتهام وبالتحرش فيه اكتر من مرأة فاحنا عم قاطع المنتخب وناس تانية بتقول لا والله يا جماعة المنتخب دوان في النهاية هو بيمثلني بيمثل مصر بيمثل كل مصر فينا واحنا نتمنى له النجاح ونتمنى له ايا كان من اللاعب اللي فيه ايا كان المشاكل خاصة ان هي من لاعب فردي واحد احنا هندعمه الى الابد ايه رأي حضرتك للجدل ده كله ما هي دي الحقيقة هي دي المشكلة او الواقع ان المنتخب ده بيمثلني يعني عمري واردة ده بيمثلني وبيمثل 110 مليون انا عايز اللي يمثلني يبقى حد كويس يبقى حد محترم انت دلوقتي تلاعب دولي ولاعب بتلاعب باسمه منتخب مصر تصرفتك محسوبة عليك ما توقعش نفسك بغلطة زي دي هو طبعا انا اعتقد ان جماهير مصر هي البطولة بالنسبة لجماهير مصر هي بطولة يعني حتى بغض النظر الهياضية هي حتى احتفالية يعني الجماهير بتروح تحتفل الاجواء كويسة فيه ناس حضرها طبعا ذكريات 2006 واللي ما حضرش سمع فالناس عايزة تحتفل وعايزة تفرح بالبطولة فانا اعتقد طبعا ان ده مش وقت حساب للمنتخب ولا حساب لاتحاد الكورة ولا حساب للمدرب ده وقت المساندة المنتخب احنا عندنا هدف واحد اللي هو الفوز بالبطولة البطولة مستهلة طبعا اداءنا طبعا لحد دلوقت لسه مش المستوى اللي يطمن في منتخبات اعلى مننا ظهرت بكتير لكن ده مش وقت ان احنا نحاسب على التصرفات دي هو مليون في المية طبعا هو عمر وردة مش هيشارك بكرة وطبعا استحالة اعظن المدرب مش هيكون يغلط الغلطة دي ويشاركه حتى ان شاء الله في الادوار المقبلة هو يمكن لو انت الجماهير عايزة تبقى لو اللاعب شارك بعد كده وده امر مستبعد يبقى فيه سفرات استهجان او حاجة زي كده لكن يبقى فيه تاف جماعي تحتفل مع اللاعبة ومع الاجواء الاحتفالية اللي هي متوفرة في البطولة في الوقت الحالي فانا الدعوات طبعا هو في ناس بتطلب بيها وانا كل الناس معنا ويعني من الاول خالص فرحنا بالافتتاح وساعدنا جدا جدا بتشريف مصر وقلنا يعني يا جمال الافتتاح وافريقيا كلها ووصلنا رسالات الاعجاب وايمالات الاعجاب من كل شبر يعني من كل شبر في افريقيا وقلنا بنقول التمنى يا منتخب ويلا بينا وحنقدر وهنعمل لكن هل هل حضرتك برضو متخيل ان كل اللي حصل دون ممكن يؤثر فعلا على دا المنتخب وده حاجة صدقني احنا ما نتمنيهاش بس هل ده وارد هو وارد طبعا لان التركيز اللاعيبة اللاعب لو انت مش مغافر له نوع من التركيز بشكل معين ونوع من الهدوء بشكل معين اكيد طبعا بيخرج تشتيته ببقى مش في الكورة تشتيته تفكيره في امور تانية فده طبعا بيأثر على دا المنتخب لكن هي الواقعة ما هو المشكلة ان احنا عملنا حاجة كويسة لكن ما بنعرفش نكمل حاجة كويسة انت دلوقتي عملت بطولة عملت افتتاح كويس وماشي كويس وتأهل وحصل عندك مشكلة وقلنا دلوقتي يا ما بيحصل مشكلات يبقى الحل ايه والمشكلة مشكلة انها تعرفت الناس كلها عرفت يبقى الحل ان انا لازم اتعامل معاه واتعامل معاه بحل جزري استبعاد اللاعب وكانت المشكلة خلصت والركز في البطولة وعندنا متشاط مهمة وعندنا متشاط صعبة لكن انت تفتح الباب والمجال يعني الواقع مالها تقريبا 4-5 ايام بنتكلم فيها حد دوقتي ولسه هنتكلم فيها بعد كده هو ده المشكلة ان انت ما قفلتش باب الازمة من البداية وسبت الناس تتكلم وسبت الناس تكتهت لدرجة بقولك ان فيه ناس كتبت وقالت ان المنتخب هدد ان هو مش هيلعب البطولة مش هيكمل في البطولة لو تم استبعاد عمر واردة يعني حاجة عمرها ما كنا طبعا ما نسمحش ولا عمرنا نتمنى أو نحلم حتى ان نكون نشوف خبر سيء زي ده هل ده حصل قبل كده منتخب مصر دايما معروف ان اللاعبة حتى بتلعب بحمس هل ده حصل قبل كده في منتخب مصر حصلش منتخب مصر دايما خطة حمر يعني لا هل حصل قبل كده ان اللاعب وقعت عليه عقوبة يعني قصدي هل حصل قبل كده ان اللاعب في منتخب مصر وقعت عليه عقوبة عقوبة بهذا الشكل في مسألة متعلقة بالأخلاق أو بغير الأخلاق يعني في مسألة متعلقة بالسياسة أو بالرأي أو بغيره واللعيب كلها في وقعة في وقعة زي في وقعة زي بتاعة عمري طبعا ما حصلتش قبل كده لكن طبعا فيه أمور فردية بتبقى تحسن لعب غير منضبط لعب غير منضبط سلوكيا يعني لعب ما بلتزمش بتعليمات المدرب بتعليمات الجهاز طبعا كلنا فاكرين وقعة إبراهيم سعيدة رحل مباشرة مجرد أنه خرج من غرفته في وقت غير مسموح به الكابتن محمود الجاهر اللي يرحمه رحلوا تماما يعني مش استبعدوا مثلا أو خليك معانا لا في اليومها كان رجع القاهرة فأنت دلوقتي الأمور الانضباطية دي شيء طبيعي الناس بتتعامل معها أي مدرب لازم يتدخل لكنه طبعا إحنا عندنا مدرب الله أعلم هو مش مركز أصلا كمان في إيه الله أعلم يعني المفروض ده ببقى قرار المدرب المدرب يعني اللي عايز يحفز على فريقه أول ما يحصل مشكلة لازم يتعامل معها تماما من جزورها ألغي المشكلة عشان لعيب تتركز في البطولة عشان جماهية هو طبعا المدرب تسأل النهاردة والصحفين سألوه في المؤتمر الصحف النهاردة أجيري على موضوع أن الجماهير بطاق أن الجماهير فيه دعوات طبعا لانتقاد الجماهير الهتاف ضد المنتخب فهو طبعا أجيري جاوب إجابة ديبلوماسية وأنه ما أعتقدش وأنه ده مش هيحصل من جماهير مصر وإحنا بننتظر مساند الجماهير مصر عشان نجمع التسع نقاط لأن نفوزنا طبعا مطشين وراء بعد بستة والنفوز بكرة يبقى نتقاهل بالعلامة الكاملة عشان نتقاهل أول مجموعة هو طبعا ده أنت أجيري طب أنت عارف أن الجماهير زعلانة وغاضبة طب أنت دورك إيه أنت ما خدت قرار إيه الاتحاد الكرة أخدت قرار بإيقاف اللاعب والاتحاد الكرة رجع اللاعب وما سمعناش تصريح للمدرب ولا سمعن تعليق للمدرب ولا سمعن تعليق من مدير المنتخب بالعكس مدير المنتخب كان دفع عن اللاعب لحد ما طعنا الفيديو التاني اللي هو كان الفضيحة والكارثة ده فشيء طبيعي أن يحصل مشاكل في أي منتخب في العالم كله ومش عندنا بس في أفريقيا بس لكن المدرب الناجح والجهاز الإداري الناجح اللي يتعامل من المشكلة دي من جزورها ويتم إلغاءها تماما وما يسمعش لحد يتدخل لا لعب كبير ولا لعب صغير ولا أي حد طبعا أحمد حسن كابتن منتخب مصر وعميد لعب العالم كتب تغريدة وقال أن محمد صلاح يعني فيما معناها أن محمد حتى يقول كده محمد صلاح مش طلع أقوى من المخدرات بس طلع أقوى من اتحاد الكورة ومن كل الناس وطبعا بلمح أنه هو اللي رجع عمر وردة طبعا أنت دلوقتي يا محمد صلاح عاجبك لما أحمد حسن يقول عليك كده ده المفروض مش دورك أنت نجم كبير ولاعب كبير بس ما تدفعش على اللاعب وقع مش في غلطة دي ما تعتبرش غلطة ومش وقت أننا ندفع عنه ما دفع عنه بعد البطولة يا أخي لما تاخد البطولة وتفص بالبطولة بقى دفع عن عمر وردة وبيعمله حفلة واحتفل بيه لكن احنا دلوقتي المفروض مركزين في حاجة معينة البطولة طبعا نتكسل بطولة هو ده يبقى هدفنا كلنا أنا بقولك أن محمد صلاح للأسف بدأ يسحب من رصيده من تصرفات يعني من ساعة منديان روسيا وهو يعني بدأ يدخل نفسه في أمور غير كرة القدم خالص يعني بدأ يتكلم في حاجات تانية وأظن ده حتى أثرت على مستوى شوية ومستوى تراجع شوية وتزبزل شوية كنت أتمنى أن محمد صلاح يفضل مراكز في كرة القدم فقط عشان يفضل النجم الكبير اللي احنا لفين حواليه يا رب هل تتوقع أن أزمة عمر وردة مع اتحاد الكورة ومع المنتخب ومع الجماهير وإلى آخر وانتهت بهذا الحد انتهت خلاص لما رجع المران وانتشوف ايه المستقبل ولا فعلا الأزمة لسه مستمرة ومضطر اتحاد الكورة ومضطر المنتخب أنه يتعامل معها في المستقبل هي الأزمة تسكنت يعني شفت أنت حطرتها في بيات بس مش بيات شيت وبيات صيف يعني هو طبعا الناس هتتعامل مع الموضوع ما أعتقدش يعني زي ما قلت لك أن الجماهير بالعكس الجماهير بكرة سلد المنتخب وأتقف مع المنتخب وما أعتقدش حتى لو أبقى فيه هتاف هيبقى حاجات بسيطة مش هتفاجة جماعية يعني ديبقى تصرفات فردية من بعض الناس لكن هو طبعا لقدر الله في حالة طبعا خروج المنتخب أو عدم الفوز بالبطولة هيكون فيه سكاكين بقى هتتسنى بقى وكلها الملفات هتتفتح ملفه أصلا من الأول تعاقد مع المدارب والمنتخب أجيري ملفه فيه لعبة طبعا تم استبعادها وكان المفروض تبقى موجود مع المنتخب وفيه مجملات تمت طبعا في القايمة فيه طبعا موضوع عمر واردة زي أن أنت ما تعملتش معا لا كل الملفات هتتفتح بس هي إحنا مأجلين دلوقتي ده مش وقت محاسبة ولا وقت نحن نتكلم في الأزمات ولا مشاكل بالعكس إحنا عايزين نغطى على المشاكل وكان نفسنا اتحاد الكرة يقوم بالدور ده برضه ويغطى على المشاكل ويتم علاجها بشكل كويس وبشكل سليل لكن اللي بحصل غير كده فالناس منتظرة منتظرة لنهاية البطولة ونشوف بعد كده طبعا لو المنتخب فاز بالكاس طبعا الحاجات ده كلها هتتنسي هتبقى الموضوع كله احتفالات وفرحة وحاجات من فهو الأمر دلوقتي بين أقدام اللعيبة اللعيبة بقى لو أنتوا صحيح بتحبوا عمر وردة ودفعتوا على عمر وردة هتبقى الكاس للجماهير وفرحوهم عشان نغفر لكم الموضوع ده اللي أنتوا طبعا دخلتونا فيه من أشكرك أستاذ عبدالفتاح أحمد الصحفي الرياضي كنت معنا من الدوحة شرفتنا أستاذ عبدالفتاح نخرج معكم الفاصل ونعود استكمال فقراتنا ابقوا معنا